اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاها ايوها الاخوة الكرام رأس جماعة الخير هنتكلم عن تفسير رؤية شراء الخلخال في المنام الخلخال في المنام من الرؤى الجيدة بازن الله تبارك وتعال مجرد ان انا ارى في المنام ان انا اشتري الخلخال وطبعا الرؤية معظم اني بيشوفوها نساء لكن هل من الممكن ان الرجال يروا هذا رؤية طبعا فرؤية شراء الخلخال في المنام بشارة بالمناسبات السعيدة والاخبار المفرحة ان شاء الله تبارك وتعالى في الفترة القادمة ده المين للمتزوجين والمتزوجات اما بالنسبة للعزابي شراء الخلخال بشارة بقرب الخطوبة لهم ان شاء الله تبارك وتعالى بالنسبة للمتزوجين شراء الخلخال احيانا هذه الرؤية لها علاقة بمدى السعادة التي سوف تتوفر لها او لهم في بيوتهم اتكلم عن المتزوجين واحيانا ربما تدل هذه الرؤية على تحقيق بعض المساعي في قضية المال والرزق واحيانا تدل على تحقيق ما يرغب به الرائي للممكن الانسان يرغب بشيء شخص اخر يرغب بشيء اخر فعلى حسب ما ترغب مع اختلاف الرغبات لمجرد رؤية شراء الخلخال تحقيق ما ترغب باذن الله تبارك وتعالى رؤية ان انا رايح اشتري خلخال لكن ما اشتريتش للأسف الشديد ضيق احوال قلة رزق بعض المعاناة التي سوف يقابلها في حياته ومع شديد الاسف فهنا الرؤية لها علاقة بالرزق ولكن بالعكس شيء سيء وليس بجيد قلة رزق معاناة في تحصيل الرزق الى اخر هذه الامور اخر رؤية معانا من معاني شراء الخلخال زيادة الخير والبركة والاشياء الجيدة وتغييرات ايجابية بصفة عامة في الحياة فهي رؤية محمودة تطورونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته